وحول ما يجري على الأراضي الأوكرانية قال مسؤولون أوكرانيون أن القوات قصفت نقطتي تفتيش عسكريتين ومنصة إنزال اليوم في ثاني هجوم من هذا الأسبوع على منطقة تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا ونقل المتحدث باسم دارة إقليم وديس عن قيادة العمليات في الجنوب قولها أن الهجوم الجديد في منطقة خرسون أسفر عن مقتل 13 روسيا محتلة ولم يصدر بيان عن وزارة الدفاع الروسية لتأكيد هذا الهجوم أو الخسارة التي وقعت بسببه كان الجيش الأوكراني قد قال الثلاثاء إن هجوما شنته قواته على نوفا كاخوفكا أسفر عن مقتل 52 شخصا وفق ما نقلت رويترز وذكرت وكالة تأثير روسيا الأنباء أن سلطات البلدة التي عينتها روسيا قالت إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في ذلك الهجوم وكما أعلن أمس الأربعان برئيس الإدارة الرئيسية الأوكرانية كيريل توموشينك ومقتل خمسة مدنيين على الأقل في ضربة دمرت مبنى بالقرب من ميكولايف في جنوب أوكرانيا بالقرب من الجبهاء اشتركوا في القناة